النازحون في رفح الفلسطينية أعربوا عن عقضبهم الشديد من استهداف مخيماتهم وأكدوا كذب سلطات الاحتلال وأنه لم يعد هناك مكان آمن في رفح الفلسطينية 24 ساعة عمدار الساعة في شهداء وقتلوا جرحة وصبات أطفال تتياتهم أبرياء لا لهم دنب ولا حاجة نزحوا من مكان للمكان بالأول على لقمة العيش هذي خبزة تخوها الخبز عشان توديله إياه من قرية الأكل اللي عندنا الاحتلال حكينا أنه هذي المنطقة آمنة وقعدوا فيها لأنها منطقة آمنة نصبنا خيامنا وقعدنا فيها ولكن فيش منطقة آمنة عندنا في قطاع غزة المكان اللي احنا قعدنا فيه هاي من استهدفوه وقتلوا أطفالنا وحرقوا نسائنا وشيوخنا في داخل المكان الآمن اللي بحكوا عنه وبالدعي للاحتلال أنه هو مكان آمن المرة السابعة على النزوح في قطاع غزة وهو مكان محدود قطاع غزة ليس زي مساحات الدول الأخرى كله مكان صغير ولكن هو المرة السابعة على النزوح واحتمال يحنا نكون الثامنة بعد هذي المجدرة اللي ارتكبها في عائلتي في رفاح قالي جدا والنار ولعت حوالي هنا الصغار صار يسرخوا الولاد كل الغرف اللي حوالينا زينجو هذا يعني الصوت كان مرعب حسينا كأنه الزينجو بده يجاع علينا شضايا مرقت علينا في الغرف جارنا الله يرحمه وكان بصلي واستشهد مختبعه وطل على الحيطان الغرفة تبعتنا كلها شضايا أنا بتطلع فيه أدمين طيبين ولا مش طيبين إيش زينجو يعني الحكاية الزينجو هذا بحميش بنا أدميا منازلين عليه سواريخ ستة عشر والله جناب الأطنان على زينجو